مع انتشار فيروس كورونا، أصبح هذا المشهد معتاداً في كثير من دول العالم حصص غذائية ومساعدات تقدم للأكثر احتياجاً، لكن يبدو أن هذا لن يغير من مستقبل قاص على هؤلاء حسب منظمة أكسفام، نصف مليار شخص قد يضافون إلى فقراء العالم بسبب الفيروس جهود مكافحة الفقر العالمي قد ترجع لعشر سنوات إلى الوراء وفي مناطق أفريقية إلى ثلاثين سنة النساء هن الأكثر تضرراً من التداعيات، فما هو الحل؟ توصل منظمة بمنح مساعدات مالية مباشرة للمتضررين ودعم الشركات الصغيرة بشكل عاجل حسب مكتب إفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن هذه الأزمة أسوأ من أي شيء مر على القارة وستتسبب في اختفاء ملايين الوظائف، وقد تنهار اقتصادات بأكملها بنك التنمية الأفريقي أعلن إنشاء صندوق دعم لدول القارة بقيمة عشرة مليارات دولار إلا أن هذا المبلغ لن يفعل الكثير 140 جماعة ضغط ومنظمة خيرية طلبت المؤسسات والشركات والدول الدائنة بمساعدة الدول الأشد فقراً بتأجيل ديونها دون اشترات أي إجراءات تقشف غانا مثلاً تستطيع أن تمنح 20 دولار شهرياً لكل طفل في البلاد لمدة 6 أشهر إذا أعفيت من سداد الدين في مواعيدها كل هذه الأزمات، ولم يشهد الفيروس تفشياً في أفريقيا بصورة تقترب مما حدث في أوروبا وأسيا وإن حل هذا التفشي، سيكون الأمر أشد صعوبة ترجمة نانسي قنقر